وفي ناس قال ويجعل من يشاء عقيمة في زول ربنا ما بيدي وجانا أصلا دا قال يهبو الغلامة يطير في جو السماء قال بيطير فوق ودي أصلا ما دايرا لا رد لأن الناس القاعدين دايرا كلهم لو سألنا أي زول قلنا لحصل اليوم لا قاك زول طاير فوق السماء اللي بيطير فيه ايشنو يا إمة طيارة هديك ظاهرة زرزورة والدبرق يا إمة صغر يا إمة طيارة فوق طايرة واضحة حصل لأذاك زول طاير ما فيه عشان تعرف انكذب واللعب باسم الدين باسم الدين الواحد يلعب ويكذب على الناس عشان يعلمنا الشرك بالله عز وجل وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المشرك بمشى النار والموحد بمشى الجنة إما ابتداءا أو انتهاءا لكن المشرك ده ربنا قال الجنة عليه حرام والمشرك ده ياتو الذي يجعل لله أندادا يدعو الله وتلقى يدعو عبدالله يقول لك نادب العباس بناديه سيد ساكن فاس بناديه يقول لك من قولة كالبرقلاح ده كل شرك بالله عز وجل أبويا الشيخ غطى الكون بجناح يقول لك غير الله بيعلم الغيب ده شرك بالله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون ده قال غير الله بيعلم الغيب قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وده قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا وربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة بمشي وين ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والشرك يحبط العمل عشان كده الزول البدي بحق الله تمام ده تحت المشيئة لو عنده زنوب تانية لو عنده زنوب تانية بكون تحت المشيئة ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا زول جل يا ربنا بيتوحيد نظيف ما بيدعو إلا الله ما بيطبح إلا لأ الله ما بيتوكل إلا على الله ما بيلبس حجبات ما بعلق الكمون الحاجات بتحت الشرك دي كل ما بعملها ما بمشي يقوف في القباب والأضرهة وما يمشي يسأل المقبورين من دون الله عز وجل زول موحد تمام عنده باقي زنوب كبير ما تاب من نامات على التوحيد لكن ما تاب من باقي زنوب دي داتي حد المشيئة إن شاء الله قفر له يدخل الجنة طوال بالتوحيد وإن شاء عذبه ولكن لا يخلد في النار عشان كده الموحد مآله إلى الجنة إما ابتداء من البداية أو انتهاء لكن المشرك مآله إلى النار ويخلد فيها والشرك يحبط العمل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين تعبد الله براه وحده لا شريك له لأن ربنا ما خلقت إلا عشان تعبدوا براه وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون قال ابن عباس رضي الله عنهما ليعبدون أي ليوحدون للتوحيد عشان كده أعظم حق هو حق الله تبارك وتعالى والداعية إلى الله عز وجل يجب أن يركز على التوحيد ويدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل لأنه دا عظم حق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله عز وجل في بعض الدعاة يخشوا مساجد المسجد يكون فوق ناس بيدعوا غير الله وناس معلقين حجبات وناس عقيدة في البشر بدل ما يتكلم في التوحيد تلقى يتكلم في حق الجار دا ما فيما الدين وما فيما الدعوة دا يراجع دعوة طوالي قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله أول حاجة تبدأ بالتوحيد ناس عندهم زنوب تانية وعندهم شرك تبدأ بالتوحيد تعالج مشكلة العقيدة أول شيء أسي واحد لو ضربته عربية في الشارع البية جاهدة واليومين ديالزاتو بنزين ماف وجاز ماف السبب شنو؟ السبب الرئيسي الشرك بها الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض البترول ده بيجي من وين؟ ما بيجي من الواطن لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض برك ماف السبب الشرك بالله عز وجل واحد لو مرك بيجاي ضربته عربية فتحت لي رأسه واصبعوا الصغير ده هنا فيه جرح كده المهم مع الضرب كده وديته الحوادث الدكتورة أول حاجة بيبدأ بالرأس ولا بيبدأ بالأصبع بيبدأ بالرأس لأنه ده الموضوع ولأنه لما نصلح الرأس ده بعد دكتاني ده ما عنده مشكلة ده احتمال ما يهبشوا إبرة براه ما في مشكلة لكن أزو المخ برا توحيد ما عنده توحيد ما عنده تبدأ ليه تبدأ ليه تنظف ليه واصبعه رأسه مفتوح تنظف ليه واصبعه عشان كده الدعوة بلا توحيد كالجسدي من دون رأس الكلام ده قالوا العلامة الإمام الفوزان حافظه الله دعوة بدون توحيد زي الجسد البدون رأس ده عنده فائدة ده ما فوق أي فائدة عشان كده أنا وصيتي ليه أخواننا الدعاة تركز على التوحيد تنظف العقيدة قال تعالى وَجَاءَ من أقصى المدينة رجل يسعى قال يَا قَالَ يَا كَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَاتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِي الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ الرجل ده جا من بعيد مشكلته شنو جاي لغروش لا جاي لمنصب لا جاي لغوم بعد ما كذبوا ثلاثة من الرسل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون كذبوا هؤلاء الرسل الثلاثة الرجل ده جا من أخصى المدينة قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قال لهم في سبب بخليني ما أعبد الله ألخلقني فطرني أي خلقني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ربنا لو أراد بيضر الجماعة للشفاعة ما بتنفعني دهنا لأنه جبه هدف والداعي لابد أن يكون له هدف وأول هدف هو حق الله تعالى ده أول هدف حق الله تبارك وتعالى ده الهدف الأول لأنه ده أوجب الحقوق ولأنه ربنا ما خلقنا إلا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بعد ذلك تاني الزول يدعو لباقي الحقوق ما في مشكلة يدعو لحق الوالدين لأنه من أعظم الحقوق وبعد ذلك حق المؤمن وبعد ذلك حق الجار لكن أهم حاجة يركز على التوحيد لأنه بالتوحيد تقبل باقي الحقوق سؤال يجب الحقوق كلها تلقوا بار بيوالدينه الخمسة صلوات مصلين صايم رمضان بحج يعتر يا ودحسونا من المدفونة وأنا دار أختم لكم بقصة غريبة جدا وأفتح المجال للمتحدثين من بعدي واحد جاني قال لي يا أخي أنا عندي بيتي دانا حيرني وبرضو بحيركم لأنه نحن الشيل بنعرفه إنه الجماعة ديل شركنا المعروف يعني تلقى لأبس لي حجاب تلقى مش القبة لف بالقبة تلقى وبدعوا غير الله حاجات ظاهرة معروفة في المجتمع دانا جاني حيرني قال لي أنا عندي بيتي شيطانة شيطانة شديدة خلاص طيب قلت لألحصها شنو هو عقيدته في إناك في ودحسونا قال لي يا أخي قامت وقعت وجبهته ورمت طيب قلت لأعملت شنو قال لي قريت لي هالإخلاص عشر مرات طوالي البتاعة دي نزلت قال لي أنا قريت الإخلاص لي أبونا الشيخ ودحسونا لما قال لي قريت الإخلاص لي ودحسونا طوالي قال البتاعة نزلت والأمور بقت تمام قلت لي يا زول الغرآن ده نزلوا الله بتقريلي وتحسونا قال لي هاي بقريلي وتحسونا جاهل شديد في البلد دي عشان كده الدعاة يركزوا على حق الله تبارك وتعالى وأفتح المجال للمتحدث من بعدي